حبائي يعني الأخبار كلها مزعجة سواء في الغرب أو سواء في الشرق. بتعرفوا الشيء الجميل أنه خلال كل هذه النظرة نظرة السواد كتير من الناس عم تيجي ليسوع المسيح وعم بتشوف أنه الحق هو في يسوع المسيح خلينا أبتدي اليوم مثلا في نيجينة ألاف ألاف من الناس اللي عم تقتل من بوكو حرام وجماعته المتطرفة الإسلامية عم بيقتلوا عم بيخطفوا البنات بيخطفوا الأولاد وللأسف إلى اليوم تباع كعبيد وأيضا القتل وهدم الكنايس والأغرب من هذا أنه هذا الشيء يعني أخبار حتى في الأخبار لا بالشرق إنسى الشرق الأوسط بيتكلموا عنها يمكن أحيانا بعض الناس اللي عندهم مبادئ بيتكلموا عنها لكن حتما في الغرب مش عم بيتكلموا عنها يمكن قناة أو اتنين تذكر الحدث شيء بسيط لكن كل المحطات الإخبارية كأنه متطفقة على اضطهاد المسيحيين وكأن هذه الأخبار لا توجد إلها أهمية وأنه دم المسيحيين التي تراق في هذه الأيام ملهاش قيمة فإذن مش عم حتى بيذكروها في الأخبار ترجمة نانسي قنقر